الفجوة بين النظام والشعب في إيران تتسع أكثر فأكثر الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية في إيران تتزايد عشية عملية الاقتراع فيما يدافع مجلس سيانة الدستور عن قراره بإقصاء آلاف المرشحين المقربين من التيار الإصلاحي إيران تحولت من بلد يطالب بسيارة لكل مواطن إلى بلد لكل مواطن فيه ملف قضائي أو أكثر التصريح لفائسة رفتنجاني الناشطة السياسية المعاردة وابنة الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفتنجاني الاستطلاعات تشير إلى أن المحافظين سيحققون الأغلبية الساحقة في الانتخابات لتأتي مكاسبهم على حساب الإصلاحيين ومؤيدين رئيس حسن روحاني أما الزعيم الإيراني علي خامنئي فيحاول حد الإيرانيين على التصويت عبر وصفه المشاركة بالتكليف الشرعي فائزة رفتنجاني انتقدت ما سماه خامنئي بسياسة المقاومة وتساءلت المقاومة في مواجهة من ولماذا؟ وقالت إن المقاومة ربما كانت ضرورية في وقت ما في طهران الناس يشعرون بأن تدهور الوضع الاقتصادي يعيق حياتهم وهم مستؤون من السياسيين ويتهمونهم بالانشغال في نزاعات اقليمية بدل الانكباب على تحقيق وعودهم برفع المستوى المعيشي واحترام حقوق المواطنة